السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني وشرفني ان انا اقدم استاذ القاضل البشمهندس بيهس ومؤسس ورئيس تنفيذي الشركة كروس افرس شراط الهندسية من اكتوبر الفين سبعتاشر ومدرب معتمد لشهادات المدير مشروعات مختلفة في البي ام اي معهد ادارة المشروعات منذ عام الفين وتسعة وكان شغل وشغل منصب مخطط استراتيجي اول في جامعة المملكة في البحرين عام الفين ستاشر والفين وسبعتاشر وشريك اقاليمي في شركة كاستر كابيتل الفين وخمساشر وفين وانستاشر ورئيس تنفيذي لشركة بالتدريب والاستشارات الادارية التي كانت تأساسها بين الفين وتسعة والفين وتناشر. كما عمل مساعدة من التكنولوجيا المعلومات في شركة كوشان القابضة بين الفين وخمسة والفين وستة. ومديرا للمشروع في الهيئة الملكية اللي ينبع بين الفين وتلاتة والفين وخمسة. ومدير المشروع برنامج تدريب التعاوني في الفتوة الدوية العربية السعودية بين الفين وواحد والفين وتلاتة ومهندسا للنظوم. حاز على عدة شهادات وهي مدير مشروعات محترفي بيمي بي الفين وستة. ومراجعة وتطقيق نظم الجودة. لكيو ام اي اس ليد. وادرة المحافز. البي اف ام بي وادرة المخاطر الاحترافية. البي ام اي ار ام بي وادرة المشروعات الرشيقة. البي ام اي اي سي بي من معهد دارة المشروعات. البي ام اي اي. ومدارب معتمد مي سي تي ومختارب معتمد عام الفين من شركة ميكروسوفت وحصل على باتاريوز في هندسة كهربائية عام الفين من جامعة دمشق هو من اكتر الناس اللي شرحوا في ادارة المشاريع والادارة الرشيقة وصراحنا متابه من زمان على اليوتيوب والتويتر يعني ما شاء الله اه شرح اه قوي جدا ومنبصل جدا ان شاء الله. اه اين اعام بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى براكاته جميعا حياكم الله انا قيل سي Ek Rичith sizin يعني قبل الغروب يعني على الأقل نكسب منكم كم دعوة حياكم الله جميعا إذن مرحبا بكم وشاكر كثيرا لأخي وأستاذ عمر المعروف بمبادراته الجميلة ويعني أنا أيضا متابع له من فترة طويلة وما شاء الله يعني أنصح الجميع طبعا بمتابعته ومتابعت بمريبها مواضيع يعني مثيرة للاهتمام وإن كانت حقيقة يعني بعيدة نوعا ما عن تخصصي الباكيجروند تبعي بشكل أساسي IT وهذا طبعا يعني كان أيام العمل الأولى بعد ذلك انتقلت للعمل الاستشاري وإدارة المشاريع لكن على العموم يسعدني بالتأكيد يعني دائما أني أرى مهندسين فاعلين وليس مهندسين فقط يعني من جميع الصناعات والقطاعات أشخاص فاعلين في الوطن العربي وبجميع بلدان الوطن العربي هذا الشيء يسعدني حقيقة يعني أظن أن اليوم يعني بيننا أصدقاء وزملاء من ربما يعني معظم الدول في الوطن العربي فكويس الحمد لله أنه في شيء يجمعنا في الآخر يعني لو اجتمعنا افتراضيا بمحاضرات بسيطة بمحاضرات جميلة ولعلها تكون مفيدة يعني لجميع إن شاء الله طبعا أنا يعني لن أزيد على أخي عمر بالنسبة للتعريف أخوكم بيهس السوادي مقيم في البحرين مؤسس ومدير شركة كروسوفر الاستشارات الاستشارات تعلق بإدارة الأعمال تحديدا وكما تعلمون يعني وكما وصلتكم الدعوة اليوم إن شاء الله نريد أن نتكلم قليلا عن إدارة المشاريع الرشيقة وأظن يعني معظمكم ربما لاحظ أنه ابتدأ هذا الاسم يعني ينتشر خاصة خلال السنتين يعني الماضيتين يعني بدأت الناس تتكلم كثيرا على الإدارة الرشيقة الأجائل حتى كنا يعني في الأول مشعارفين يعني نتفق على ترجمة موحدة فمنهم من ترجمها بالمرينة ومنهم من ترجمها بالرشيقة ومنهم يمكن طلع له بترجمة ثالثة المهم وهذه عادتنا طبعا كأشخاص يعني ناطقين باللغة العربية دائما عندنا مشكلة في الوصول إلى مصطلح يعني موحد يجمع الجميع لكن على العموم يعني أنا أرى أن الرشاقة هي المصطلح ربما الأكثر مناسبة لهذه الكلمة لأن الرشاقة تعني القدرة على تغيير الاتجاهات بسرعة بينما المرونة تعني القدرة على الاستجابة للضغط ثم العودة إلى الوضع الأساسي فالمرونة هي استيعاب طغط وعودة إلى الوضع الرئيسي أو الوضع الأساسي بينما الرشاقة تعني القدرة على تغيير الاتجاهات بشكل سريع جدا وكما سوف ترون بعد قليل الإدارة الرشيقة تعنا أكثر بتغيير الاتجاهات يعني بملاحقة العميل حقيقة أو ملاحقة الفاليو القيمة التي يبحث عنها العميل ولذلك لا مانع عندنا أبدا أن نغير اتجاهنا 180 درجة في سبيل أن نحقق هذه الفاليو وهذه القيمة التي يبحث عنها العميل نبدأ إذن بعون الله تعالى ومرحبا بكم مرة أخرى مرحبا بما نضم إلينا حديثا وبالنسبة للأسئلة سوف أضم بإمكانكم أن تكتبوا الأسئلة على الشات قسم المحادثة وأستطيع أن أتابع أسئلتكم إن شاء الله أجيب عنها في الوقت المناسب فكل الأسئلة التي لديكم بإمكانكم أن تكتبوها على المحادثة وإن شاء الله نستطيع أن نجيب عنها ضمن طبعا إن شاء الله ما نستطيع وضمن هذا الوقت المخصص طبعا هذه المقدمة فقط بالمناسبة يعني مأخوذة من كورس كامل في الإدارة الرشيقة وهذا الكورس يحضر الحاضرين أو من يرغب بحضوره لشهادة اسمها الـ PMI-ACP Agile Certified Practitioner أي ممارس الإدارة الرشيقة هي أحد الشهادات التي يقدمها معهد إدارة المشاريع الـ Project Management Institute تأتي يعني ربما بالدرجة الثانية من ناحية الشهرة بعد الـ PMB طبعا ربما أيضا الكثير منكم يعرفون أن شهادة الـ PMB أو امتحان الـ PMB تم تعديله مؤخرا في بداية السنة وأصبحت نصف الأسئلة الآن من 180 سؤال في 90 سؤال على الأقل تتمحور حول أو تأتي بما يتعلق بالإدارة الرشيقة فهناك كما ذكرنا يعني اتجاه واضح جدا بهذا الاتجاه اتجاه الإدارة الرشيقة وخاصة يعني كما ترون المستجدات العالمية يعني ما صنع كورونا بالناس والدول وطبعا عداك عن التقدم التكنولوجي الكبير والمتسارع اللي يجعل أنه الشيء الطبيعي الآن الشيء الثابت الآن الذي نعيش وأن التغير أمر حتمي والتغير يمكن أن يكون يومي فإذا لم تكن لديك هذه القدرة على تغيير الاتجاه بشكل سريع فربما تفوتك يعني الكثير من الفرص ولذلك أصبح هذا الموضوع مهم جدا إذن كما كنت أقول لكم يعني هذه المقدمة مأخوذة أو مخ يعني اختصرت أنا وأخذت بعض الأمور اللي رأيتها مناسبة من هذه الدورة دورة ممارسة لدارة الرشيقة ويعني رأيت إن شاء الله أن نبدأ بإطلاعكم عليه ويعني كي أفتتح الموضوع دعوني أتساءل بيني وبينكم بعض الأسئلة التي تمهد للموضوع وتضعنا في جو هذه الإدارة الرشيقة أولاً لو سألتكم وأرجو طبعاً الإجابة عن طريق المحالثة سوف أسألكم بعض الأسئلة الصغيرة ونفكر فيها سوية لو سألتكم السؤال الأول هل تفضلون العمل في فرق كبيرة أم فرق صغيرة ما رأيكم من يفضل العمل هنا في فريق صغير أم فرق كبير وإذا استطعت أن تذكر لي لماذا فرق صغيرة حسب المشروع فرق صغيرة جميل طيب الذي يجيبنا بفرق صغيرة نعم حب ذا لو يذكر سبب أو سببين ما الذي يجعلك تفضل العمل في فريق صغير والذي أجابنا طبعاً بفريق كبير لعله يذكر سبب أو سببين ما الذي يجعلك تفضل أن تعمل في فريق كبير سرعة التنسيق والاتصال نعم والتعاون صحيح نعم سهولة الإدارة طبعاً أصحاب الفريق الكبير يقولون في وجهة نظر أكبر في خبرات أكثر الحقيقة معظمكم كما رأيتم أجاب أنه يفضل العمل في فريق صغير السبب الأول أظن لي ربما يتفق عليه أو نتفق عليه جميعاً أنك عندما تعمل ضمن فريق صغير فهناك فعالية كبيرة أو كفاءة كبيرة يعني effectiveness efficiency في التواصل يعني من السهل جداً أن تنتقل المعلومة بين جميع أعضاء الفريق ونتشارك المعلومة ولا يكون هناك نقص في التفاصيل أو غياب في المعلومة أو misinformation أو miscommunication صحيح يكون الأمر سهل ثانياً كفريق صغير من السهل جداً أن نبني ثقة ما بيننا كأعضاء فريق صغير صح تتفقون معي أو لا من السهل جداً أن نشعر أننا كعائلة صغيرة صح من السهل جداً أن نتشارك المسؤولية من السهل جداً أن نعمل كفريق وان تيم فيكون يعني في مسؤولية مشتركة عن النجاح والفشل صحيح أما إذا كنت تعمل في فريق كبير جداً وكثير ربما من أعضاء الفريق لا تعرفهم أو ربما التقيتهم مرة أو مرتين فغالباً سوف يكون الضت صحيح نعم ولذلك تميل حقيقة منهجيات عموماً منهجيات لدارة الرشيقة تميل إلى العمل ضمن فرق صغيرة وتشجع العمل على فرق صغيرة طبعاً هنا يخطر سؤال يقول طيب إذا المشروع عندي كبير فأحتاج بالتأكيد إلى فرق كبير كيف أستطيع أن أعمل في طريقة للعمل حقيقة يعني بإمكانك أن تقسم هذا الفريق الكبير بكل سهولة إلى مجموعة من الفرق الصغيرة مع إيجاد الروابط المناسبة ما بين هذه الفرق الصغيرة مما يعطيك الفعالية التي تبحث عنها تمام؟ طيب ممتاز هذا رقم واحد رقم اثنين هل سمع أحدكم بالكولوكيشن أو وور روم هذا المصطلح أو تايت ماتريكس المصفوف الضيقة غرفة العمليات التجمع مر معكم هذا المصطلح؟ ماذا يعني؟ لا مو ويرهاوس وور روم غرفة العمليات ويرهاوس يعني مخزن أو مستودع ممتاز أحسنت يا أستاذ غائر يا أستاذ السامية نعم إذن الكولوكيشن أو الوروم أو التايت ماتريكس كلهم بنفس المعنى تجميع فريق العمل في مكان واحد في مساحة عمل واحدة تمام طبعا واضح أن هذا السؤال يرتبط مباشرة بالسؤال الذي قبله صح إذا كان عندك فريق فيه ألف شخص فلتستطيع أن تجمعهم في مكان واحد أو في مساحة واحدة مساحة عمل مشتركة لا تستطيع أما في الفرق الصغيرة فأضف للميزات التي ذكرناها سابقا ميزة أنك تستطيع أن تجمعهم في مكان واحد وهذا ما ذكرنا يزيد من فعاليتهم يزيد من تواصلهم يزيد من ثقتهم ببعض يزيد من تشاركهم للمعرفة يزيد من إحساسهم بالمسؤولية المشتركة عن نجاح المشروع وهذا أيضا مما تحث عليه وتركز عليه منهجيات الإدارة الرشيقة المختلفة طيب سؤال ثالثة الآن إذا كنت قمت بإدارة مشروع أو جزء من مشروع ما؟ وكلنا طبعا يعني أحتاج إلى أن يأخذ قرار مكان واحد يعني مساحة عمل مشتركة أخي سامع في كثير ربما رأيتها في كثير الآن من المشاريع تجد أن كل الفريق موجود بغرفة كبيرة قد تكون يعني غرفة اجتماعات كبيرة مثلا تمام فكل الأشخاص في بارتيشنز بس اللي يفصل بينهم عبارة عن أحيانا حتى ما في بارتيشنز كل واحد عنده يعني كرسي وطاولة صغيرة وجالس عليها تمام فكلهم يرون بعضهم يستطيعون أن تواصلوا بعضهم وفي وايت بوردس إذا حبوا يكتبوا شيء وفيه سهل جدا أنه يجلسوا أي اثنين مع بعض يناقشوا في موضوع معين أو فيه بعدين مثلا أحبوا بعدين مثلا ياخذوا بعض على جنب فيه بيكون مأماكن مخصصة نسميها كيفز فهذه هي المساحة المشتركة عمومة طيب نرجع لموضوع اتخاذ القرار اتخاذ القرار في المشروع هل يفضل أن نتخذ القرار في المشروع أو القرارات في المشروع بأسرع وقت ممكن أم بآخر وقت ممكن as soon as possible ولا as late as possible ما رأيكم لو كنت تريد أن تتخذ قرار هل تتخذ قراراتك بسرعة أم تؤخرها قدر الإمكان في المشروع وحتى في غير المشروع يا سيدي خارج المشروع في حياتك هل أنت ممن يسارع في اتخاذ القرارات أم من يفضل تأخير اتخاذ القرارات جميل جميل منتاز جميل نعم أحسنتم إذن معظم الإخوة أيضا أجاب يعني الإجابة المنطقية أنه أو أن المسارع في اتخاذ القرار ربما يعقبها ندم صح عندما تسارع في اتخاذ القرار بدون أن تكون المعطيات لديك مكتملة بدون أن تكون لديك التفاصيل مكتملة أو ينقصك بعض التفاصيل المهمة تمام فحتى لو كنت خبير حتى لو كنت يعني من أعظم الخبراء أحيانا بعض التفاصيل مهمة جدا لا تستطيع أن تأخذ قرار بدون أن تكتمل لديك تفاصيل معينة صح؟ فإذن المنطقي أني أنتظر قدر الإمكان طبعا إحنا بنسميها The Last Responsible Moment اللحظة الأخيرة اللي لا زال يعني المبادرة بأيدينا وتأخير اتخاذ القرار لن يكون له تأثير سلبي تمام فنسميها The Last Responsible Moment عندها أتخذ القرار عندما يكون لدي أكبر قدر ممكن من التفاصيل من المعلومات لدي وبالتالي أستطيع الآن أنني أستخدم خبرتي وأتخذ القرار بشكل صحيح أتخذ القرار الصحيح تمام فإذن هذا أيضا ما تحث عليه المنهجيات المختلفة للإدارة الرشيقة طيب السؤال الذي لي هل تميل إلى أن تكون قائد أم تميل إلى أن تكون مدير هل تحبذ أن تعمل مع قائد أم تحبذ أن تعمل مع مدير وما الفرق أصلا الذي يجعلك تفضل أن تعمل مع مدير ولا قائد أو أن تكون مدير أو قائد هذه أيضا من الأمور التي تركز عليها كثيرا الإدارة الرشيقة نبتعد عن إدارة الناس وإنما نريد أن نقود الناس لماذا؟ وما الفرق؟ أيها الفرق الأساسي والذي تركز عليه منهجيات الإدارة الرشيقة بشكل عام كثيرا أن القائد يجعل نفسه أو يضع نفسه في خدمة الناس هو يبين لهم الاتجاه يبين لهم الرؤية يبين لهم أين نريد أن نصل ثم يبدل كل ما لديه كي يسهل لهم الوصول تمام؟ فنعم نسمي هذا المبدأ القيادة بالخدمة سيرفانت ليدرشيب تمام؟ فإذا القائد أولا يفكر دائما بالاتجاه أو إلى أين نريد أن نذهب ولماذا؟ ثانيا يملك القدرة على إقناع الفريق وعلى تحفيز الفريق للذهاب بهذا الاتجاه ولتحقيق هذه الأهداف ويبذل ويكون قدوة ويبذل كل ما لديه كي يستطيع بالفعل الفريق أن يحقق هذه الأهداف تمام؟ المدير عادة يركز على الإفشنسي على الكفاءة على أداء الأعمال بشكل صحيح بينما تركز القيادة على أداء الأعمال الصحيحة تمام؟ المدير يفكر دائما بالـ processes والـ tools بالأدوات والعمليات بالسياسات والإجراءات بينما القادة يفكرون دائما بالـ people and interaction بالناس وبالتفاعل الحاصل بينهم فإذن نعم نحن نفضل أن أن يكون هناك قيادات أكثر من إدارات في منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة وحقيقة معظمها إن لم تكن كلها تبتعد عن مسمى project manager مدير مشروع هذا هذا المسمى مدير مشروع أو project manager لن تجده في منهجيات الإدارة المشيقة سوف تجد coach سوف تجد mentor سوف تجد team lead أو leader سوف تجد scrum master لكن نادرا جدا أن نقول project manager مثلا مدير مشروع لأننا يعني نرى أن الأمر يجب أن يتم بالقيادة وليس بالإدارة طيب السؤال الذي يليه إذا أردت أن توظف في مشروعك فمن توظف؟ أل توظف أشخاص لهم مهارات متعددة وطبعا مع التركيز على مهارة معينة أم تفضل شخص يمتلك مهارة وحيدة فقط وعميقة؟ أيهما تحبذ أو أيهما تفضل؟ ولماذا؟ دعونا نفكر لماذا؟ جميل هذا أيضا ما يعني تحث عليه الإدارة الرشيقة توظيف مناس بمهارات متعددة مع طبعا توفر مهارة أساسية طيب ما هو السبب؟ السبب أن لا يكون هناك لدينا كما يقال يعني أشخاص يقف عليهم أو يعتمد عليهم المشروع بشكل كامل فإذا حصل مشكلة لهذا الشخص أو اضطر لمغادرة العمل أو حصل معه مرض أو كذا المشروع كله يتوقف هذا شيء طبعا خطير جدا ونحاول قدر الإمكان أن نتجنبه المشروع ينجز بفريق وليس بشخص واحد وهذا الفريق يجب أن يكون لديه القدرة على تغطية أدوار بعضهم إذا اضطرين مهارات متعددة مترابطة متشابكة نعم وبالتالي يستطيع أي شخص أن يقوم بلعب أدوار متعددة في حال اقتضى الأمر مع التركيز طبعا على دوره الأساسي جميل طيب السؤال الذي يليه هل تعرف ما هو الفرق ما بين الاندستريال بروجيكت المشاريع الصناعية والنوليج بيزد بروجيكت المشاريع المعرفية والتي تبنى على المعرفة مر معكم هذا المصطلح سابقا دعونا قليلا من الاندستريال بروجيكت نوليج بيزد بروجيكت ماذا يخطر لك عندما أو يخطر لك عندما تسمعين مشروع مبني على معرفة نوليج بيزد ماذا نقصد بذلك جميل أحسنتم نعم النوليج بيزد بروجيكت أو المشاريع المبنية على المعرفة أو المشاريع المعرفية هي تلك المشاريع التي لا يتوفر لدينا المعرفة الكافية للإحاطة بكل تفاصيل العمل المطلوب بمعنى آخر نطاق العمل السكوب غير واضح والمعرفة التي تتعلق به ليست مكتملة وهذه المعرفة قد تتغير مع الزمن مثل الأبحاث والتطوير نعم يا أستاذ وائل مثل أيضا مشاريع السوفتوير مشاريع تطوير البرمجيات تمام فالمشاريع عموما التي فيها أو التي ترتكز على التقنية بشكل عام كما ذكرنا بسبب هذا التسارع التقني الهائل هذه تتغير التفاصيل فيها وقد تتغير التفاصيل فيها بشكل كبير بين يوم وآخر وبين شهر وآخر وبالتالي العميل ربما يغير رأيه كثيرا والعميل ربما يغير متطلباته كثيرا فإدارة هذا النوع من المشاريع فيه تحدي ليش؟ لأنه ما عند كل التفاصيل ولأن المعرفة متغيرة ولأن المعرفة الطبيعية أن تتغير ليس شيء يعني استثنائي الطبيعي أنها تتغير تمام بعكس الاندستريال بروجكس اللي هي معظمها مشاريع محددة ونطاق العمل واضح والتصاميم موجودة وتم الانتهاء منها وتجهيزها وسوف يتم البناء بناء على هذه التصاميم التي تم اعتمادها ونطاق العمل واضح فإذن ما في المعرفة واضحة ومكتملة وموجودة من اليوم الأول تمام وهنا الفرق حقيقة بينما تركز إدارة المشاريع التقليدية اللي أنتم كلكم عارفينها الترديشنال براجيك مانجمينت أو الووترفول كما يقال الشلال على أو يعني تبدي كفاءة عالية في إدارة المشاريع الاندستريال براجيكس اللي هي الصناعية كما قلنا هي فيها سكوب واضح لا تعتمد على معرفة متغيرة تمام تكون هذه الووترفول أو الترديشنال تكون غير فعالة على الإطلاق إذا استخدمتها في مشاريع نوليج بيزد في مشاريع يتغير أو تتغير التفاصيل والمعرفة فيها بين يوم وآخر فإذا استخدمت أسلوب ووترفول مع مشروع تتغير معطياته بين يوم وآخر ستموت لأنك كل يوم ستعمل وانت محتاج أنك تتعمله بشكل فورمل وحيروح على اللجنة واللجنة ستأخذ وتعطي فيه ويأخذ أسبوع لاتخاذ القرار وبعد أسبوع من اتخاذ القرار تكون تغيرت المعرفة أصلا واحتجنا إلى قرار جديد وهكذا تمام؟ فإذا من الصعب جدا وليس من المستحيل لكن من الصعب جدا أن نقوم باعتماد منهجية تقليدية أو استخدام منهجية تقليدية زي الووترفول لإدارة مشاريع من النوع knowledge based اللي هي من الطبيعي أصلا أن تتغير فيها الأمور بين يوم وليل صحيح؟ طيب سؤال الأخير إذا كنت عملت مع عملاء سابقا كيف تصف علاقتك بشكل عام مع العملاء؟ هل العلاقة طيبة مع عملاءكم؟ أم لا في مشاكل؟ بس من باب الاستطلاع لا تخافوا ما سيكون في تقييم للموضوع بشكل عام كيف ترون العلاقة مع العملاء؟ كيف تنتهي أو ينتهي العقل عادة مع العميل؟ في إحراج جميل طبعا أنا لا أسألكم عن أمنياتكم أسألكم عن الواقع يعني كلنا نتمنى أكيد أن تكون علاقتنا طيبة مع العملاء وأن يعني في نهاية المشروع يشكرنا العميل كثيرا ونسوي احتفال مع بعض وكذا لكن الواقع هل الواقع كذلك؟ نأمل ذلك طبعا للأسف يعني كما ذكر بعض الإخوة معظم الوقت تبدأ العلاقة جميلة جداً ورومانسية جداً مع العميل وتنتهي بنهاية غير رومانسية على الإطلاق وبخلاف وبدفعات ناقصة صح وبإستقطاعات وإلى آخر صحيح للأسف السبب أو أحد الأسباب ربما يعني ومشاكل وتحكيم يعني ربما أحد الأسباب التي تؤدي إلى ذلك طبيعة التعاقد أننا عندما نتعاقد مع عميل فكما تعلمون يعني العقد دائماً يحدد شروط يعني وواجبات ومسؤوليات يجب على كل طرف الالتزام بها تمام وبما أن العقد بطبيعته يعني وثيقة قانونية ووثيقة ملزمة كما يقال للطرفين فكثير من الأحيان يعني أحد الطرفين يلتزم أو يريد أو يصر على الالتزام بحرفية ما ورد في العقد بحرفية هذه الشروط أو بحرفية هذه الالتزامات ولا يعطي المرونة لربما يعني تغيير قد يكون من فائدة الطرفين وقد يكون من مصلحة الطرفين تمام وبالتالي تنتهي فعلاً معظم يعني هذا الواقع نقول تنتهي فعلاً معظم العقود والمشاريع إلى يعني علاقة يعني فيها نوع من قد يكون في النهاية يعني فيها نوع من الحساسية أو ما أشبه ذلك بينما تركز وتؤكد المنهجيات الرشيقة عموماً على أن دائماً التعاون مع العميل مقدم على التفاوض على العقد تمام؟ فإذاً إذا رأينا في أي لحظة أن هناك مصلحة للعميل وهذه المصلحة تتطلب أن نغير بعض بنود العقد بدون طبعاً أن يعني نتضرر نحن فلا بأس ولا مانع ويعني سوف نستعرض ذلك إن شاء الله إن يعني أسعفنا الوقت تمام؟ إذن هذه بعض الأسئلة التي يعني أرأت من خلالها أن أطرح لكم يعني بعض التحديات اللي ربما كلكم تواجهونها في بيئة العمل وربما كلكم يعني لاحظتموها وحقيقة يعني من الأشياء اللي أنا أعتبرها جميلة جداً في الإدارة الرشيقة أنها يعني كما يقال common sense يعني أشياء تحسها يعني بالمنطق يعني بالمنطق أنه العمل مثلاً مع فريق صغير في مكان مثلاً واحد أفضل بالمنطق مثلاً أن التعاون مع العميل أفضل بالمنطق مثلاً أن العمل مع القائد أفضل من العمل مع المدير وهكذا تمام؟ فهذا الأمور يعني تجدها جميلة وجذابة في الإدارة الرشيقة أنها يعني لا تبتعد كثيراً عن common sense أو الأشياء اللي أنت متوقعها يعني يعني معظم الأسئلة اللي أسألتكم إياها قبل قليل كانت إجاباتكم صحيحة لأنه هذا كما يقال المنطق تمام؟ طبعاً رضا العميل هو ultimate goal أستاذ الشيرين يعني هو هدفنا النهائي في أي مشروع رضا العميل تمام؟ رضا العميل طبعاً سوف يمر بعدة متطلبات لن يتحقق رضا العميل إلا إذا تحقق إلا إذا يعني حققنا له متطلبات وبشكل عام وبالوقت المناسب وبشكل مناسب ما لذلك لكن هذا نعم هذا هو الهدف النهائي لأي عمل ولأي مشروع الوصول إلى غضاء العميل بالتأكيد هو عملية تراكمية تمام؟ طبعاً نبدأ إذن بعد أن طرحنا هذه الأسئلة تعالوا ندخل أكثر في الموضوع ونبدأ بالنقطة الأولى إذن لماذا نستخدم الأجائل؟ وأظن أنني يعني شرحت أو مريت على هذه النقطة بسرعة طبعاً ذكرنا بشكل أساسي أنه في نوعين من المشاريع اللي هي الـ Industrial Projects والـ Knowledge Based Projects طبعاً معظم إخواننا المهندسين خاصة طبعاً الـ Civil Engineers والعاملين يعني في صناعة البناء معظم طبعاً مشاريع من النوع اللي هي الـ Industrial Projects يعني في عندي مثل ما ذكرنا سكوب واضح في عندي نطاق عمل واضح إذا كان في تغييرات سوف تكون تغييرات يعني بسيطة سوف تكون تغييرات معدودة ولذلك في عندي إجرائية رسمية لضبط التغيير وفي عندي لجنة هي مسؤولة عن اتخاذ القرارات التغيير وكذا إلى آخر لكن كما ذكرنا الآن بدأت تنتشر أكثر المشاريع اللي هي Knowledge Based المشاريع التي يعتمد العمل بها على معرفة متغيرة مع الزمن ولذلك لن تعود الطرق التقليدية صالحة لإدارة هذا النوع من المشروع ولا مثل ما ذكرنا سوف نتعرض لمشاكل كثيرة وبالتالي إذن أنا أحتاج إلى هذه المنهجية الرشيقة التي تستطيع أن تغير مثل ما ذكرنا اتجاهاتها بسرعة كبيرة جداً لكي تتوائم مع التغييرات المعرفية ومع التغييرات في نطاق العمل التي يطلبها العميلي فإذن للتعامل بشكل أساسي مع الغموض مع الأشياء التي لا نعرفها أحياناً العميل هو نفسه أصلاً لا يعرف ماذا يريد يعني ليس لديه صورة كاملة عن المنتج الذي يسعى لبنائه ليس لديه صورة كاملة عن الموبايل أبليكيشن الذي يريد أن يقوم ببنائه مثلاً فلذلك أنا أحتاج إلى هذه المنهجيات التي تتعامل مع مع هذه الأعمال مثل ما ذكرنا التي يمكن أن تتغير بتغير الزمن فالنولج وورك إذن يتوقع التغييرات ويعتبرها شيء طبيعي وشيء مرحب به ونسميها أيضاً الانفيزبل وورك في عمل ما نشايفينه مقادرين أن نراه لن نراه اليوم سوف نراه بعد أسبوع سوف نراه بعد شهر سوف نراه بعد شهرين وهذا ما يجب أن نستعد له هذا ما يجب أن نتحضر له وطبعاً أكبر مثال على ذلك كما ذكرنا قبل قليل مشاريع البحث والتطوير ومشاريع أيضاً بناء البرمجيات حيث دائماً مثل ما ذكرنا في تغييرات ودائماً في مستجدات يفاجئنا بها العميل أو يطلبها العميل وتكون من صالح العميل وتكون ذات قيمة مضافة فعلاً للمنتج الذي يريد أن يقوم العميل ببناء فلذلك بينما تعتمد إدارة المشاريع التقليدية في المشاريع اللي سميناها الاندستريال وورك أو الاندستريال بروجيكس تعتمد على عمليات واضحة ومحددة تمام؟ في عمليات واضحة في الووترفول أو في الترديشنال نقوم بها من ناحية مثلاً أول خطوة فلنفرض إنشاء الشارتر ثاني خطوة أنك تسوي identify stakeholders تحدد منهم المعنيين ثم تنتقل إلى كتابة مثلاً scope management plan ثم تنتقل إلى تحديد scope statement وcollect requirements ومناقشة مع العميل حتى تنتهي من scope finalization في processes واضحة ومعتمدة ويجب أن تقوم بها هذا في الترديشنال طبعاً في طرق الإدارة التقليدية أما في طرق الإدارة الرشيقة أو في knowledge work مثل ما ذكرنا projects فنحن نعتمد على empirical processes نحن نعتمد على عمليات تجريبية ونطلب من الفريق دائماً أن يحاول أن يطور العمليات الموجودة وأن يأتي بعمليات جديدة أن يبدع إذن الإبداع الإبتكار شيء مطلوب جداً ونعطيه المساحة الآمنة وهذا شيء مهم جداً يعني تحث عليه الإدارة الرشيقة أنه كقائد يجب أن توفر لفريقك مساحة آمنة للتجربة والخطأ يجب أن تشجعوا على التجربة والخطأ لأنه إذا يعني بقي الفريق ملتزم بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس العمليات ما في تقدم إلى الأمام إذا كل مرة حنسوي المشروع بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس العمليات ما حسننا شيء تمام؟ يجب أن نجرب عمليات جديدة يجب أن نشجع الفريق على ابتكار عمليات جديدة ولا بأس إن أخطأ لأنه هذا الخطأ يعتبر يعني هذا منحنى تعلم كما تعلموا ليرنين كيرف لابد أن نمر به إذا أردنا أن نحسن لن نستطيع أن نحسن بدون تجربة أشياء جديدة بعضها يفشل بعضها ينجح تمام؟ إذن هذه العمليات اللي نسميها الامبرical processes دائماً لما تسمع empirical processes يعني عمليات تجريبية حيجربها الفريق بعضها ينجح بعضها يفشل هي تفاعلية interactive هي تراكمية incremental تمام؟ هي تتغير بشكل مستمر وتتكيف بحسب ما يناسب العمل وما يناسب تحقيق متطلبات العميل وهي أيضاً تمر بمراجعات مستمرة تمام؟ هذا ما يميز الامبرical processes بعكس المنهجيات التقليدية مثل ما ذكرنا حيث تكون ال processes أصلاً محددة وواضحة والخطوات واضحة ويجب أن تمر فيها كلها تمام؟ ومعرفة لك من بداية إلى نهاية المشروع هنا لا هنا المجال مفتوح إذن للتجربة والابتكار والإبداع والتعامل مع المتغيرات والتكيف مع المتغيرات أظن الآن فهمنا تماماً المبدأ الذي بنيت عليه منهجيات الإدارة الرشيقة المختلفة ولماذا نحتاجها؟ ولماذا نحتاج الإدارة الرشيقة؟ طيب تعالوا الآن نرجع قليلاً في التاريخ ونخبركم متى ولدت الإدارة الرشيقة ولدت رسمياً في فبراير ما بين 11 و13 فبراير عام 2001 عندما اجتمع فريق من عدة شركات يعملون في تطوير البرمجيات وكانوا يستخدمون منهجيات مختلفة مثل Scrum والExtreme Programming XP والSDM هي منهجيات مختلفة لكن أثناء اجتماعهم كان اجتماع عبارة حقيقة عن مجتمعين كانوا في سبا أو في منتجع فكان الموضوع ترفيه لكن أثناء اجتماعهم وجدوا أو حاولوا أن يناقشوا الأسس المشتركة التي توجد في أعمالهم يعني الأشخاص اللي يعملون في Scrum والأشخاص اللي يعملون في طريقة ثانية اسمها DSDM أو طريقة ثالثة اسمها XP أو طريقة رابعة اسمها Crystal يعني وجدوا أنه في قواسم مشتركة بين هذه المنهجيات المختلفة هذه القواسم هي التي تجعل منهجياتهم حقيقة جيدة وذات كفاءة في إدارة المشاريع ما هي هذه القواسم؟ وصلوا إلى أن هذه القواسم وهذه القيم هي أربعة وضعت واعتمدت فيما يسمى بالأجائل ما نفسته أو بيان أو نص إعلان الأجائل أو الإدارة الرشيقة إذن قالوا حقيقة أي منهجية في إدارة المشاريع كي تسمى أجائل أو كي تكون منهجية رشيقة يجب أن ترتكز على أربع أمور أساسية إذن هات أي منهجية؟ إذا أردت أن تعرف أن هذه المنهجية رشيقة أو لا أعرضها على أربع شروط التي هي هذه القيم الأساسية إذا حققت هذه الشروط الأربعة إذن هذه المنهجية تكون رشيقة إذا لم تحقق واحد منها تكون المنهجية غير رشيقة وبالتالي المجال أمامك يا بطل مفتوح إذا أردت اليوم أن تخترع منهجية رشيقة فكل ما عليك أن تخترع منهجية تحقق هذه الشروط الأربعة ولذلك هناك عدد حقيقة شبه لا متناهي من المنهجيات الرشيقة اليوم إذا سألتك كم منهجية رشيقة فيه في عدد فعلا لا نهائي وكل يوم يأتي ربما أحد ويستطيع أن يقول أنا سويت منهجية جديدة ونسوي كذا ونسوي كذا وهذه المنهجية لدي وهذه المنهجية فعلا تحقق هذه الشروط الأربعة وبالتالي يتم اعتبارها منهجية رشيقة طيب ما هي هذه الشروط أو الأمور الأربعة كل هذه الشروط المناسبة تبدأ بكلمة نفضل نفضل كذا على كذا تمام كلها الأربعة المبدأ الأول يقول نحن نفضل الأشخاص والتفاعل الحاصل بينهم على العمليات والأدوات ما يجب أن يكون واضح لدينا هو أننا لا نعني بذلك أننا لا نقدر الأدوات والعمليات لا نحن نقدرها ولا شك هي مطلوبة تمام لكن ما نفضله أو ما نثمنه أكثر هو الأشخاص والتفاعل الحاصل بينهم فمن ينجز العمل في نهاية اليوم هم الأشخاص هم الفريق وليس الأدوات لوحدها صح؟ يعني المنشار ما رح يقطع لوحده البروسيس البروسيجر ما هتشتغل لوحده من يقوم بالعمل هم الأشخاص والأشخاص الذين يعملون بروح واحدة في تفاعل طبيعي بينهم في تفاعل إيجابي بينهم في ثقة بينهم في عمل مشترك بينهم فلذلك يجب أن تركز على بناء الأشخاص وبناء التفاعل الإيجابي بينهم التفاعل الصحيح بينهم إذا أردت فعلا أن تركز على إنجاز العمل بشكل صحيح تمام هذا المبدأ الأول المبدأ الثاني يقول أننا نفضل وخليني هنا أستعير كلمة أخرى نفضل المنتج الذي يعمل طبعا هي كما ورد في المانيفستو نفضل البرنامج الذي يعمل لكن إذا أردنا أن نعمم يعني باعتبار كل الأشخاص كما ذكرنا اللي اجتمعوا كانوا يعني يأتون من شركات برمجية لكن كما قلنا هذه المنهجية أو المنهجيات الآن أصبحت يعني ليست فقط خاصة بالتطوير البرامج فنحن نفضل المنتج الذي يعمل على التوثيق المفصل comprehensive documentation إذن في النهاية في نهاية اليوم ما الذي يحب العميل أن يرى؟ أن يرى منتج يعمل أنك قمت ببناء منتج يعمل بشكل صحيح له ولا يحب أنك يتجيب له أوراق وتجيب له ملفات وتجيب له توثيق ما الذي نفضله أو ما الذي يفضله العميل؟ بالتأكيد العميل يفضل المنتج الذي يعمل يفضل أن يرى أنه في شيء تنبناءه هو يعمل بشكل صحيح تمام؟ طبعا هذا مرة أخرى لا يلغي أهمية التوثيق ولكن نحن نفضل التركيز يعني يا فريق ركز لي على بناء منتج يعمل ولا تضيع نصف وقتك في التوثيق تجد شخص بمهارات عالية جدا في البرمجة مثلا جالس كل يوم ساعتين ثلاثة يوثق هذا اسمه هدر وضياع كبير جدا صح؟ تمام؟ فلذلك التوثيق طبعا التوثيق هذا حكاية بحد ذاته في الأجاي لكن نقول عنه أنه barely sufficient يجب أن يكون بالحد الأدنى الكافي توثيق تمام؟ ويحصل أيضا في last responsible moment يحصل في آخر لحظة ممكن وأجل التوثيق لآخر لحظة ممكن تمام؟ إذن هذا هو المبدأ الثاني المبدأ الثالث يقول ذكرناه أشارت إليه قبل قليل نفضل التعاون مع العميل على التفاوض على العقد إذن كما ذكرنا الغاية النهائية هي رضا العميل فنحن إذا رأينا أن هناك ما يرضي العميل وربما لا يتلاءم مع شروط العقد لا مانع من أن نغير شروط العقد ما في داعي أني أعتمد يعني أني ألتزم بحرفية ونصية العقد لأن العقد يقول كذا تمام؟ إذا كان في إمكانية بدون أن نتضرر وهذا الشيء يحقق ذالي وأكبر تمام؟ فيجب إذن أن نقوم به أن نغير العقد أستاذة شرين تقول طيب الأرشفة مهمة للإنتاج المدى البعيد وكذا ويحتاج ثلاث ساعات مرة أخرى هل تعملين في مشروع Industrial Project ولا مشروع Nourish Project هذا شيء أساسي الشيء الثاني كما قلنا ربما يعني يكون من المناسب أني أخصص أشخاص يعني بدون هذه المهارات العالية أشخاص مهمتهم التوثيق وفعلا يقومون بالتوثيق كما قلنا اللازم والكافي أما ما في داعي أني أضيع أوقات أشخاص عندهم كفاءات وعندهم مهارات وعندهم مواهب في توثيق فالآخر سوف يوضع على الرف وربما ينظر إليه أحد وربما لا ينظر إليه أحد ويختفي مع الزمن تمام؟ المبدأ الرابع وهو أيضا مبدأ مهم جدا أن الاستجابة للتغيير مقدمة على اتباع خطة وهذا طبعا يعني لب الموضوع أننا كما ذكرنا نفضل الاستجابة لأي تغيير من صالح العميل على اتباع خطة معينة كنا قد وضعناها ما في داعي أبدا أني ألتزم بخطة لن تحقق قيمة للعميل لن تحقق رضا العميل لن تحقق متطلبات العميل لو لا أني أغيرها بما يتناسب مع رضا العميل تمام؟ هذه هي إذن المبادئ الأربعة التي وضعت واعتمدت وشكلت يعني إعلان ولادة بمثابة إعلان ولادة للأجايل وسميت الأجايل منيفستو وتستطيعون أن تزوروا هذا الموقع لازالت موجودة ومسجلة theagilemanifesto.org بإمكانكم أن تزوروا هذا الموقع وتجدوا هذه المبادئ بلغات متعددة وكما قلنا هذا كان يعني تاريخ الآن الأجايل ما الذي تقصد به أستاذ فيصل العميل عنيد؟ العميل سواء كان عنيد أو غير عنيد يعني العميل كما يقال دائما على حق يعني هذا لب الأجايل تمام؟ إذا قال العميل أنه يريد أن يقوم بذلك وشرحنا له ربما من وجهة نظرنا أن ذلك ليس من المفضل أو أن ذلك غير مفيد لك أو كذا لكن العميل أصر على رأيه فخلاص العميل هو الحكم تمام؟ لا نستطيع أن نخبر العميل ما هو أفضل له لا تضع نفسك في هذا الموقف أبدا لا تضع نفسك في موقف أنك تقول للعميل ما هو الأفضل له تمام؟ العميل دائما أدرى بمصلحة نفسه أدرى بما الذي يناسه تمام؟ طيب إذن هذه شرح المبادئ الأربعات يعني أنا شرحت هذه لكم أظن بشكل يعني سريع كما قلنا مثلا بالنسبة للدوكيمنتيشن أو جستين تايم في الوقت المناسب التوثيق لا يضيف قيمة كبيرة للمشروع بعكس بالبناء بناء المنتج الذي يعمل الكستمر كولابوريشن مثل ما ذكرنا يجب أن يكون هناك تعاون يجب أن يكون هناك مرونة يجب أن يكون هناك استجابة للعميل بشكل صحيح هناك فرق بين أن تكون محق وبين أن تفعل الشيء الصحيح تمام؟ فأحيانا العقد يعني معك العقد أنت محق حسب بنود العقد لكن الشيء الصحيح الذي يجب أن نقوم به لمصلحتنا ولمصلحة العميل هو شيء آخر غير العقد تمام؟ فلا مانع أن نقوم بتغيير العقد وكما ذكرنا نرحل دائما بالتغيير بدل من الالتزام بخطة معينة فإذن منهجيات الأجائل عموما تركز على نشر قيم الأجائل في المؤسسة وهذا شيء يعني مهم لأنه إذا شخص واحد فقط مقتنع بقيم الأجائل وباقي الفريق غير مقتنعين أو الإدارة غير مقتنعة أو الزملاء غير مقتنعين لن تعمل هذا يتطلب اقتناع من كافة الأطراف خاصة طبعا من القيادات العليا في المؤسسة إذا أردت للأجائل أن تعمل في المؤسسة يجب أن تكون القيادات مقتنعة بهذه المبادئ ويجب أن يكون هناك فهم مشترك لهذه المبادئ ولذلك مثل ما ذكرنا يعني قد يكون هناك ضرورة للعمل على نشر هذه القيم ونشر هذه الثقافة في المؤسسات وبناء هذه الثقافة أضف إلى ذلك شيء مهم جدا تحث عليه الإدارة الرشيقة وهي الترانسبرانسي أو الشفافية تمام فيجب أن يكون العمل الذي نقوم به واضح للجميع والأهداف واضحة للجميع والتقدم في المشروع مثلا ومؤشرات الأداء واضحة للجميع لن أستطيع أن أبني ثقة ما بين أعضاء الفريق وأعضاء المؤسسة إلا إذا كانت في شفافية عالية جدا وهذا أيضا أحد الأهداف التي أريد أن أحققها عندما أضع الفريق في بيئة عمل مشتركة مثل ما ذكرنا لما أسوي كولوكيشن أو وور روم أن تكون أيضا الشفافية عالية هذه الشفافية هي التي تساعد في بناء الثقة وتجعلنا نفكر فعلا كفريق ونعمل كفريق ونتشارك المسؤولية في النجاح والمسؤولية أيضا في الفشل وأيضا كما ذكرنا تأمين بيئة عمل آمنة للتجربة والخطأ يجب أن أؤمن بيئة آمنة للفريق ماذا يعني آمنة؟ يعني لا يخاف أحد من الخطأ إذا أخطأت لا بأس هذا شيء طبيعي هذا جزء من منحنا التعلن كما ذكرنا لن تتقدم إلا بتجربة أشياء جديدة ومن الطبيعي أن تخطئ في بعض الأشياء عندما تجربها فيجب أن نؤمن لهم أو نزود نزودهم بهذه البيئة الآمنة للخطأ للتجربة والفشل فبالتالي إذن نشجع الفريق دائما على تجربة تقنيات جديدة في العمل تجربة عمليات جديدة في العمل نشجعهم طبعا دائما على تشارك المعرفة والتعاون فيما بينهم وأيضا مبدأ مهم جدا تحس عليه الإدارة الرشيقة وهو الاميرجينت ليدرشيب ومرة أخرى طبعا يعني كلمة مانجمينت لن تجدها هنا كثيرا وكلمة مانجمينت لن تجدها هنا كثيرا وكلمة مانجمينت لأنها دائما نتكلم عن قيادة أو عن ليدرشيب والشيء الذي يعني ربما أيضا يأخذنا إلى بعد آخر هنا في الإدارة الرشيقة أنها تحث على نشوء قادة جدد فالقائد مو واحد في الإدارة الرشيقة بل نشجع على وجود عدة قادة فكل شخص بالفريق يحق له صاحب مبادرة يحق له أن يتقدم بهذه المبادرة وأن يقود هذه المبادرة نعم يا أستاذ رائد هذا ذكرناه من البداية طبيعة المشروعية التي تحدد إذا كان من المناسب أن نستخدم طرق تقليدية ولا نستخدم أجائل طرق رشيقة لكن ما أستطيع أن أقوله لك على جميع الأحوال أنه حتى في المشاريع التقليدية والمشاريع اللي سكوب فيها واضح هناك بعض المبادئ في الأجائل وهناك بعض الأدوات في الأجائل يعني مهمة جدا وتصلح للتطبيق حتى في تلك المشاريع طيب يعني لعلنا نترك هذه الأسئلة التي تحتاج إلى خوض كبير إلى نهاية المحاضرة فإذا ما كنت أقوله هو أن الإدارة الرشيقة تحث وتشجع على بناء قيادات متنوعة وتعطي لكل شخص في الفريق حرية التقدم بمبادرة وقيادة هذه المبادرة فالقيادة ليست محصورة على شخص واحد أي شخص استطيع أن يبادر بشيء ونقول له تفضل وأنت تولى زمام هذه المبادرة طالما أنت صاحب الفكرة وأنت عندك ربما الخبرة الأكثر في هذا المجال وفي هذه التقنية فضل قد هذه المبادرة وأرنا كيف يمكن أن نقوم بهذا العمل باستخدام هذه المبادرة مثلا والشيء الرابع والأخير مثل ما ذكرنا هو التركيز على القيادة بالخدمة السيرفنت ليدرشيب والتي تتمثل بكون القائد يضع نفسه في خدمة فريقه فيعتبر أن واجبه الأساسي هو تمكين الفريق وجعلهم أو تحفيزهم ومنع أي مشوشات أو عراقين يمكن أن تعرقل أعملهم فهذا هو دوره الأساسي وقائد بالخدمة طيب تفرع عن هذه المبادئ الأربعة أو ظهر عن هذه المبادئ الأربعة إعلان آخر يسمى declaration of interdependence إعلان الترابط أو إعلان الارتباط المشترك والذي ينص على التالي والذي يعني يشرح الأجائي المانيفستو يعني بشكل أكبر والذي يقول التالي وهذا إعلان جميل جدا ومهم جدا ومحفز جدا حقيقة الجملة الأولى تقول في هذا الإعلان أننا نزيد العائد على الاستثمار عن طريق التركيز على بناء القيمة بشكل مبكر وبشكل مستمر طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني التالي العميل جاء لعندك طبعا سواء كان عميل داخلي أم خارجي مرة أخرى سواء كان العميل هو الإدارة العليا عندك في المؤسسة أو سواء عميل خارجي جاء لعندك وطلب منك أن تقوم ببناء منتج أو أن تقوم ببناء برنامج معين له العميل هذا سوف يدفع صح؟ في استثمار هنا يدفعه العميل إذن في investment استثمار هذا المشروع هذا الأمر سوف يكلفه فلوس طيب متى سيحصل العميل على العائد على الاستثمار؟ هالفلوس اللي حيدفعها العميل متى سوف يرى العائد عليها؟ طرق الإدارة التقليدية غالبا كما تعلمون متى يظهر المنتج؟ في آخر المشروع صح ولا لا؟ وبالتالي يحس العميل أو لا يحس العميل بالعائد أو لا يرى العميل العائد على الاستثمار إلا لما تهل المشروع وطبعا ربما يعجبه هذا العائد ربما لا يعجبه وبالتالي تبدأ الخلافات والخصامات والنزاعات أما الأجائل فتقول لا أو هذا البند يقول لا لا يقول لك يجب أن تتحقق أو نبني له القيمة مبكرا تمام؟ وبشكل مستمر فإذا من البداية أعمل أنا على بناء المنتج بالحد الأدنى بالمواصفات الأساسية بالمواصفات الرئيسية اللي يعتبرها العميل ذات القيمة الأعلى وبالتالي أسلم العميل منتج صغير لكنه يعمل بوظائف اللي يعني يعتبرها العميل أساسية نعم هذا المنتج هو ما سوف نسميه لاحقا المينموم فيابل برودكت أو المنتج يعني بالحد الأدنى تمام؟ وفي كل مرة سوف يرانا العميل أو سوف نجتمع مع العميل سوف نعمل على بناء ميزات إضافية لهذا المنتج فكل مرة وفي نهاية كل فترة تكرارية نسميها تمام؟ نكون أضفنا للمنتج ميزات جديدة وبالتالي يأتي العميل ويرى فعلا ما تحقق ونعرض على العميل ما تحقق فهكذا يرى العميل أنه في عائد على الاستثمار سريع وفي عائد على الاستثمار مستمر تمام؟ وهذا الشيء يخلي العميل متشجع أكثر ومتحفز أكثر ويدعمنا أكثر ويرحب بأي اقتراح نتقدم له به ربما تمام؟ فيتعاون معنا بشكل كبير جدا ليش؟ لأنه يرى أنه الفلوس اللي دفعها إذن في عائد سريع في منتج صح طلع منتج صغير لكن آه الفكرة أوكي طيب ما الذي يجب أن نضيفه الآن على هذا المنتج؟ ما هي المزايا الجديدة؟ ما هي الوظائف الجديدة؟ نجتمع مرة ثانية بعد شهر؟ ممتاز تمام؟ إذن أو لا صحح وهذه لا أريدها هذه يعني نزيد منها وهكذا تمام؟ هذا شيء مهم جدا والشيء تركز عليه الإدارة الرشيقة وهو ما نسميه التسليم المقاد بالقيمة عملنا وتسليماتنا التي سنعطيها للعميل يحددها القيمة نعمل على الأولويات التي يحددها العميل إذن ما الذي يراه العميل المهم؟ هو ما سوف نبدأ ببنائه في أقرب وقت ممكن طيب العبارة الثانية تقول أننا نعمل على تحقيق نتائج موثوقة عن طريق إشراك العملاء في فترات متكررة وإشعارهم بالمسؤولية المشتركة إذن هذا ما أشط إليه قبل قليل أنه بدل ما أغيب عن العميل شهرين وثلاثة ما يشوفني العميل ولا يعرف أنا ما الذي أقوم به إيش قاعد أسوي في العمل ولا في المنتج وبعد ثلاثة شهر نجتمع ويتفاجأ هذا العميل بأنه إحنا اشتغلنا شيء ما هو مهم بالنسبة له أو ربما يراه أصلاً غير صحيح أو تكون المفاجأة طبعاً غير سر على الإطلاق لا الأفضل من ذلك أن نتفق مع العميل على أن يشاركنا أن يكون جزء من فريق العمل أن ينخرط معنا وأن يكون العمل على فترات متكررة كل شهر سنأجل عندك يعنيل وحنعرض عليك ما الذي بنيناه ونتفق معك على ما الذي سوف نبنيه الشهر التالي مثلاً إذا كان التكرار شهر هذا الإتريشن أو التكرار إذن هو مبدأ أساسي في كل منهجيات الرشيقة أنه بدل ما أتعامل مع المشروع كزمن كوحدة زمنية كاملة لا تتجزأ لا حجز المشروع إلى فترات متكررة قد تكون أسبوعين قد تكون ثلاثة سابعة قد تكون شهر لكن مو أكثر من شهر ممنوع أن يكون أكثر من شهر يجب أن لا أغيب عن العميل أكثر من شهر أمام هذا الحد الأقصى وبالتالي هذه الفترات التكرارية في بداية كل فترة سوف نتفق مع العميل على ما الذي يجب أن ننجزه في هذه الفترة أو في هذا الشهر وفي نهاية الفترة سوف نعرض على العميل بالفعل ما الذي تم إنجازه ونأخذ رأيه ونأخذ ربما فيدباك أو تصحيحاته أو ملاحظاته ونتفق معه على ما الذي يجب أن نقوم به في الفترة التي تليها وهكذا تمام وهذا المبدأ حقيقة يستند إلى مبدأ مهم جدا أيضا في إدارة المشاريع الرشيقة يقول كلما طال زمن المشروع كلما زادت مخاطره كلما زاد زمن المشروع كلما زادت مخاطره فلذلك بدل أن أتعامل مع المشروع كوحدة زمنية كبيرة سنة أو سنتين لا أقسم المشروع إلى فترات زمنية قصيرة متكررة هذا يساعدني في تجنب مخاطر المشروع وفي إشراك العميل وما ذكرنا زيادة التفاعل العميل وأن نعتبر كلنا أنفسنا فريق واحد يعمل على بناء هذا المنتج واضح؟ طيب ثالثا أننا طبعا نتوقع الغموض مثل ما ذكرنا في المشروع وبالتالي نتعامل مع هذا الغموض عن طريق هذه الفترات المتكررة وبنتيجة طبعا التقدم في العمل سوف تتضح بعض هذه التفاصيل فنتكيف مع هذه التغييرات فهذا أيضا المبالي الأساسي أننا نتوقع مثل ما ذكرنا غموض ونتوقع تغييرات ونستعد للتكيف مع هذه التغييرات المبدأ الرابع أننا نطلق العنان للإبداع وللابتكار مثل ما ذكرنا عن طريق تمكين الفريق وعن طريق التأكيد على أن مثل ما ذكرنا الفريق هم المصدر الأساسي لبناء المنتج وبناء القيمة ونؤمن لهم هذه البيئة الآمنة بيئة التجربة والخطاء والتعلم فمثل ما ذكرنا من يبني في النهاية المنتج هم الفريق وليس الأدوات المبدأ الخامس أننا نقوم بتحسين الأداء عن طريق خلق بيئة وثقافة من العمل المشترك ومن المسؤولية المشتركة إذن يجب أن يؤمن كل أعضاء الفريق أن النجاح مشترك وليس ملك شخص معين وأن الفشل هو أيضا مشترك وليس بسبب شخص معين هذه الثقافة يجب أن تزرع ويجب أن تنمى وبالتالي إذن مثل ما ذكرنا هذا ما سوف يحفز الأداء بشكل كبير لما يكون الفريق مؤمن أن النجاح مشترك وأن مسؤوليتنا مشتركة وكاملة عن النجاح ومسؤوليتنا مشتركة وكاملة عن الفشل المبدأ الأخير يقول أن نزيد من الموفقية ونزيد من الفاعلية عن طريق استخدام عمليات مختلفة أو ممارسات مختلفة يمكن أن تتطور بحسب المواقف فإذا ممكن كما ذكرنا أني أغير من عملياتي أني أغير من أدواتي بحسب ما يتطلبه الموقف ولا مانع في ذلك تمام؟ فهذا ما يسمى Declaration of Interdependence أو إعلان الارتباط وهو كما رأيتم يعني شرح مفصل أكثر للأجاه المانيفست وهذا يقودنا ربما للحديث عن Inverted Triangle أو المثلث المقلوب معظمكم ربما أيها الأخوة والأخوات خاصة طبعا يعني من يعملون في إدارة المشاريع سمع أو رأى هذا المثلث الذي يعني يسمى كما يقال المثلث الزهبي في إدارة المشاريع أن كل مشروع طبعا مقيد على الأقل بثلاث أمور بنطاق عمل وبتكلفة وبزمن يستغرق المشروع حتى نمجزه فطبعا في إدارة المشاريع التقليدية في الـ Industrial Based Projects مثل ما ذكرنا في بداية المحاضرة ما يكون واضح ومقيد تماما ومحصور هو نطاق العمل لما يأتي العميل لعندي يشرح لي ويوضح لي ما العمل المطلوب بشكل مفصل طبعا ممكن أنا أيضا يعني مساعده في ذلك لكن المهم أننا نتفق على scope على نطاق عمل واضح مفصل نقول هذا هو الثابت وبناء على هذا النطاق الثابت نقدر للعميل الوقت والميزانية المطلوبة لإنجاز هذا العمل تمام؟ هذا هو مثلث إدارة المشاريع المعروف إذن بناء على نطاق العمل المحدد سوف يتم تحديد الوقت والتكلفة اللازمة لإنجاز العمل في إدارة المشاريع الرشيقة الآن الموضوع مختلف نحن اتفقنا من البداية أن نطاق العمل غير ثابت ومتغير وغير واضح طيب كيف يكون الأمر إذن؟ إذن نعكس ونقلب هذا المثلث فيصبح الثابت هو التكلفة والزمن والمتغير هو نطاق العمل يعني يوم يأتي العميل لعندي أو يوم أو عندما أريد أن أتفق مع العميل هل أتفق معه على نطاق عمل ثابت؟ لا يمكن لأننا متفقين من البداية أن نطاق العمل خاضع للتغييرات وفيه غموض كبيرة إذن ما الذي سوف يكون ثابت؟ وكيف سوف أتفق مع العميل؟ سوف نتفق مع العميل على وقت ثابت وتكلفة ثابتة تمام؟ فإذن أقول له مثلا الفريق أنا والفريق سوف نكون في خدمتك لمدة ستة أشهر وهذا سوف يكلفك فلنفرض مليون دولار تمام؟ وأنت سكوب متغير أن تحدد لنا وهو سوف يكون العمل بالأولويات التي لديك فنعمل طول هذه الفترة بالأولويات التي لديك تمام؟ فإذا انتهت الفترة وانتهت الموازنة بدون أن ننجز كامل العمل ربما نجدد مرة أخرى حسب ما يراه العمل تمام؟ فهذا ما يسمى بالإنفرتد ترينجل إذن المثلث المقلوب وهذا شيء حقيقة يساعد العميل في وجهة نظرنا مهمة جدا يجب أن أقولها لكم الكثير من المشاريع أظنكم تتفقون معي أن الكثير من المشاريع تعاني من تجاوز الميزانية صح؟ يأتي العميل مثلا نتفق يعطينا نطاق العمل نقول له العمل هذا حيكلفك مئة ألف دولار بعدين نكتشف أنه في أشياء مواضحة لازم نضيفها نكتشف في تغييرات كذا فبدل المئة ألف دولار يدفع العميل مئة وعشرين ألف دولار مئة وثلاثين ألف دولار مئة وخمسين ألف دولار صح ولا لا؟ أظن يعني معظمكم ربما يعني مر بهذا الموقف أو سواء يعني كنت أنت مدير مشروع أو كنت عميل ولا يكون هذا الأمر تحت سيطرة العميل حقيقة لأنه هو مضطر يريد أن ينجز هذا العمل فإذا قال له المقاول والله فيه أمور ثانية فيه أمور يجب أن نضيفها فيه مواصفات يجب أن تتغير فمضطر العميل أنه يدفع لا بد أن يدفع العميل أما بهذه الطريقة لا إحنا اتفقنا مثل ما ذكرنا اتفقنا على أنه سوف نتقاضى من كل مئة ألف دولار ونعمل لديك ستة أشهر وأن تحدد لنا العمل أن تحدد لنا ما الذي تريد أن نقوم به يمكن بكرة تغير رأيك يمكن بعد بكرة تغير رأيك مرة ثانية ما عندنا مشكلة فبالتالي العميل خلص ثبت ميزانيته وثبت وقته ولن يتجاوزها سعدناه على السيطرة على ميزاني وفي نفس الوقت إذن نحن نتبع كل ما يطلبه مننا واضحة هذه الفكرة أتمنى أن يكون جبت على سواء لك يا أستاذ محمد بهذه الفكرة فإذن هذه هي فكرة التعاقد في الأجائل لأنه كما تعلمون وكما ذكرنا في نص إعلان الأجائل أو الأجائل ما نفسته أننا نقدم التفاوض عفوا أننا نقدم التعاون مع العميل على التفاوض على العقد فكيف نستطيع أن نستجيب لمتطلبات العميل إذا كنا سنلتزم بعقد وهذا العقد يعني يلزمنا بشروط معينة ومواصفات معينة وما إلى ذلك إذن العقد هنا يجب أن يبنى بصيغة مختلفة وهي صيغة مثل ما ذكرنا Time and Material إذن نتفق على إعطاء العميل وقت بتكلفة معينة ويكون نطاق العمل مفتوح واسكوب واضح إذن أو فونسكوب متغير بحسب ما يراه العميل طيب سوف أتجاوز يعني هذه بعض المقاطة الآن عشان ما نطويل عليكم كثير سوف أتجاوزها هذا ما كنت إذن أقول لكم أن يجب أن نتمتع بهذه المرونة والعقد يجب أن يتمتع بهذه المرونة التي تجعل العميل يركز على إنجاز القيمة من وجهة نظر فالكولابوريشن أوبر الكنتراكتس وهنا لدينا حالات طيب أنا اتفقت مع العميل على وقت ثابت وعلى تكلفة ثابتة ماذا لو انتهينا من بناء المنتج قبل انتهاء الوقت والتكلفة يعني أنا اتفقت مع العميل على 100 ألف دولار وستة أشهر طيب لما بدأنا عمل انتهينا من بناء المنتج في خمسة أشهر ماذا يحدث عندها؟ عندها إذا أنهينا العمل مبكرا يتم احتساب الساعة طبعا لأنه الأجر مثل ما ذكرنا على أن يكون يعني بالساعة أو بالماندي باليوم فيحتسب بقيمة أعلى من القيمة المتفقة لها يعني إذا كنا متفقين مثلا اليوم ب1000 دولار سنسويه ب1100 دولار تمام؟ عشان نعوض المقاول أو الفريق عن الشهر هذا اللي سوف يذهب من العقد صح فإذا يكون هناك نسبة زيادة عن النسبة المتفقة عليها طيب والحالة الثانية إذا ما أنهينا العمل في خلال ستة أشهر عندها إذا تقل ساعة العمل عن الساعة اللي اتفق عليها نعم هذا طبعا يكون منصوص عليه في العقد وهذا العقد هو ما يسمى بالgraduated fixed price contract إذا المتدرج عقد الساعة الثابت المتدرج فنحن اتفاقنا على ستة أشهر وعلى هذا المبلغ اللي هو مثلا باليوم كذا لمجموعة 100 ألف دولار تمام؟ لكن إذا تم إنجاز العمل مبكرا يجب أن ينص العقد يعني في هذه الحالة على ذلك ينص العقد أنه إذا تم إنجاز العمل مثلا قبل خمس أشهر وأقل فعندها يحتسب اليوم بتضرب مثلا بمية وعشرة في المية وإذا أكثر من ستة أشهر فمثلا يتم تقليل الأجار أو تقليل الأجر اليومي فيضرب مثلا بزيرو بوينت ناين تمام؟ بارك الله فيكم جميعا يعني ضمن الوقت يعني أنا أحاول أيضا أن أكون رشيق معكم وإني أركز على الفالي وأعطيكم أهم المعلومات ذات يعني أعلى قيمة عشان تطلعوا بالمحاضرة بأكبر قيمة ممكنة إن شاء الله شكرا لكم جميع طبعا هذه حالة وهناك حالة أخرى يعني إذا ما أردت أني أتفق معه على تكلفة ثابتة وعلى سعر ثابت فبإمكاني أني أتفق معه على مراحل أو work packages حزم عمل يعني أجزاء من المشروع لا أتفق معه على المشروع كاملا كتلة واحدة لا حنتفق مثلا مبدئيا فقط على التصميم فأقول له كسعر ثابت هذا التصميم طبعا بما أنه التصميم الآن لدينا معطيات وأوضح الشيء فضمن المعطيات اللي يعني واضحة لدينا سوف يكلفك كذا ونقوم بإنجاز التصميم له ثم مثلا المرحلة الثانية لمرحلة مثلا فلنفرض التطوير فإذن الآن التصميم صار عندي موجود وبإمكاني إذن أن أضع تقدير جيد أو تقدير دقيق للتطوير وهكذا إذن يتم الاتفاق هنا على كل جزئية نقسم المشروع إلى أجزاء أو إلى حزم عمل ويتم الاتفاق على كل وحدة بوحدها مثل ما ذكرنا يعني منعا قدر الإمكان لوجود غموض في الاتفاق فهذه أيضا طريقة أخرى للتعاقد أو الاتفاق في المشاريع الرشيقة عادة عن ذلك المجال مفتوح كما يقال والعقد شريعة المتعاقدين ويمكن كأن تتفق مع العميل أو تتفق مع المقاول بأي شكل يعني ترونه مناسبا يعني هذا ما حاولنا أن نشرحه وأخي محمد أنك مثل ما ذكرنا عندما تتفق مع العميل على سعر ثابت ومدة زمنية ثابتة فأنت ساعدت العميل على الحفاظ على المحافظة على الميزانية والسعر الثابت عدم تجاوزها وثانيا أنت وضعت نفسك تحت تصرف العميل بحيث تنجز الأعمال التي يطلبها هو حتى لو غير رأيه في اليوم عشر مرات أنا ما عندي مشكلة اتفاقنا معه على السعر ثابت ووقت ثابت فهكذا حققنا الأمرين حققنا التعاون مع العميل وفي نفس الوقت التعاقد معه بشكل مناسب واضح خلي سؤالك للآخر استاذ رائد يعني خلينا في سؤالك للآخر شيء وإن كنت يعني أجبت عليه بشكل سريع قبل ذلك طيب تفرع عن أيضا الدكليريشن هذا اللي تكلمنا عليه تفرع عنه أيضا 12 مبدأ وتعتبر مبارئ الأجائل يعني الأساسية الاثنى عشر وتفصل أكثر أيضا في يعني أساسيات الإدارة الرشيقة المبدأ الأول يقول أن الأولوية العليا مثل ما ذكرت هي لإرضاء العميل وذلك يتم عن طريق تسليمات سريعة مبكرة مستمرة للقيمة أو لمنتج ذو قيمة يعني هذا أظن ذكرنا وشرحنا بشكل كافي كيف يرضى العميل كيف يكون العميل مبسوط عندما يرى عائد سريع على الاستثمار عندما يرى أننا نبني منتج وهذا المنتج يعمل وهذا المنتج ثم بدأ يكبر بدأت تزيد مواصفاته تمام فإذا هذا المبدأ الأول المبدأ الثاني يقول أننا نرحب بتغيير المتطلبات والمواصفات حتى لو في نهاية المشروع عندما تعرفين طبعا كانت هذه مشكلة كبيرة في الطرق التقليدية إذا كنا في نهاية المشروع وجاء العميل غير رأيه في التصميم تكلفة التغيير هنا كبيرة عالية جدا عندما تكون في نهاية المشروع بينما في الإدارة الرشيقة نحن دائما نرحب بأي تغيير يقترح العميل ويراه العميل ذو قيمة لدينا هذه المرونة كما ذكرنا ولدينا هذه القيمة في مساعدة العميل على بناء القيمة وبناء الميزة التنافسية العميل طبعا غالبا يريد هذا المنتج كي ينافس به يعني كي يأخذه إلى السوق وينافس به تمام أو تتحقق له ميزة تنافسية معينة فنحن هنا مهمتنا أن نساعد العميل في تحقيق الميزة التنافسية عن طريق الاستجابة لأي تغيير يطلبه العميل المبدأ الثالث يقول أننا مثل ما ذكرنا نعمل على بناء المنتج بشكل متدرج وبفترات زمنية متكررة تتراوح بين أسبوعين إلى مثل ما ذكرنا يجب أنها تزيد عن شهر حقيقة ونفضل دائما الشورت تايم سكيلز يعني مثل ما ذكرنا أسبوعين لشهر بعضهم ممكن يأخذها لشهرين لكن لا نفضل ذلك نحن نفضل دائما الأمور القصيرة ليش؟ لأن مثل ما ذكرنا كل ما زاد الزمن كل ما زادت المخاطر المبدأ الرابع مبدأ مهم جدا يقول يجب أن يعمل المطورون والبزنس بيبل يعني الإداريون أو من سوف يستخدم المنتج المستخدمون يجب أن يعملوا مع بعض كفريق على طول فترة المشروع كما ذكرنا هذا المنتج مثلا سوف يستخدمه أشخاص أو سوف يعني يوضع في خدمة إدارة معينة هذه الإدارة أو هالأ الأشخاص يجب أن يشاركوا في بناء المنتج ويجب أن يعطوا رأيهم في كل مرة في الأشياء التي بنينها في المنتج وإلا مثل ما ذكرنا ربما نجد أننا بنينا منتج مختلف تماما عن توقعاتهم وعن متطلباتهم هذا المبدأ الرابع المبدأ الخامس أن المشروع يبنى ويبنيه أفراد محفزون موتيفيتد اندفيتج والاستمام فبدون وجود أفراد لديهم تحفيز كافي لن نستطيع بناء المنتج بلن ننجح للمشروع وبالتالي مطلوب منك يا قائد المشروع أن تقدم لهم هذه البيئة وهذا الدعم وأن تثق بهم للقيام بالأعمال المطلوبة المبدأ السادس يقول أن الطريقة الأفضل الطريقة الأكثر فعالية في نقل المعلومات بين أعضاء فريق المشروع هي بكل بساطة الفيس تو فيس انتراكشن يعني التواصل والتفاعل وجها لوجه هذا من المبال الأساسية في الإدارة الرشيقة الإدارة الرشيقة تبتعد عن الأدوات التقنية وخاصة الأدوات التقنية المعاقدة الإدارة الرشيقة تقول لك أفضل طريقة أنك تتواصل مع شخصيا أن تكلم وجها لوجه ما يترسل له إيميل هو جالس جنبك أظن كلكم الآن يعاني ربما من هذه المشكلة يكون زميلك جالس جنبك في المكتب يعني لا يبعد عنك ربما مترين يعني ترسل له إيميل عشان تناقشه في موضوع معين طبعا البعض يقول عشان التوثيق وعشان أحمي نفسي أنه أنا أرسلت له إيميل ما حماية نفسك هذا دليل على أنه في أزمة ثقة وقلنا في الأجائل نحن نسعى لبناء فريق بشفافية عالية يثق ببعض البعض بمسؤولية مشتركة عالية تمام؟ وهذا لا يتم إلا بأعلى درجات التواصل وأفضل درجات التواصل وعلىها هي وجهاً توجه يعني وجهاً توجه دمجنا العربي بالإنجليزي وجهاً لوجه أين؟ طيب المبدأ السابع عفوا كيف يقاس النجاح في إدارة المشاريع الرشيقة؟ يقاس أو المعيار الأساسي لنجاح المشروع في الإدارة الرشيقة هو المنتج الذي يعمل مهما وريتني وثائق مهما وريتني تقارير مهما أريتني من رسوم بيانية جميلة وملفات إكسل وإذا في الآخر المنتج الذي أعطيتني إياه لا يؤدي الوظائف المطلوبة ولا يؤدي الغرض المطلوب لا أستطيع أن أقول أن مشروعك نجح صحيح أو لا؟ فإذن المعيار الأساسي للنجاح في المشروع وفي التقدم في المشروع هو المنتج الذي يعمل سواء كان صوفت وير أو غير صوفت وير المبدأ الثامن يقول أو يشير إلى أن الإدارة الرشيقة تحث على التطوير المستدعم بحيث أنه في خطوات ثابتة مستمرة في تطوير المنتج يشارك فيها الفريق كاملا بما فيهم حتى سبانسر وضعي المشروع المطورين فبالتالي في دائما مثل ما ذكرنا يعني استمرارية في التسليم وفي تسليم القيمة بشكل مستمر المبدأ التاسع يقول أن الانتباه المستمر إلى التميز التقني وإلى التصميم الجيد يحسن من الرشاقة مهمتك أيضا أيها الفريق الرشيق أن تتميز فنيا وتقنيا وأن تعمل على إنشاء أفضل تصميم ديزاين نيو اكس يوزر اكس بيريانس تمام لأن هذا ما يعني يزيد من رشاقتك ويزيد من نجاح مشروعك أن يكون التصميم جيد أن يكون لديك هذا التميز الفني التقني اللمسات الفنية في التفاصيل التي تجعل المنتج مميز المبدأ العاشر يقول ومبدأ مهم جدا أنا أحب هذا المبدأ شخصيا كثيرا جدا ويعني أعتمده في حياتي حتى مبدأ البساطة البساطة مهم جدا أحد مبادئ الإدارة الرشيقة يقول هذا المبدأ أن البساطة إذن أو يجب دائما أن نقوم بالعمل بأبسط طريقة ممكنة التعريف هنا يقول أن البساطة هي تعظيم الأعمال التي لا يجب أن نقوم بها عظم العمل الذي لن نقوم به بمعنى آخر اختصر قدر الإمكان أنجز العمل بأقل خطوات وهذا لا يتعارض مع المبدأ السابق الذي ذكرنا فيه أنه التصميم وذكرنا فيه التميز التقني بالعكس الشخص المتميز التقني والتصميم الفنان يكون أو يتميز ببساطته البساطة ليست سهلة على الإطلاق بالعكس البساطة من أصعب الأمور أظن أنكم تتفقون معي أن تقوم بالعمل بأبسط طريقة ممكنة هو من أصعب الأمور السهل أنك تقوم بالعمل بطريقة طويلة جدا فالبساطة إن البساطة أحد أهم القيام في الأجائل المبدأ الحالي عشر يقول أن أفضل البناء المعمارية والمتطلبات والتصاميم يأتي من الفرق التي تتمتع بتنظيم نفسها بنفسها إذن عطي الفريق حرية تنظيم نفسه بنفسه أعطي الفريق حرية التفكير أعطي الفريق حرية الإبداع أعطي الفريق حرية الآمنة للتجربة والخطأ وسوف يعطيك أفضل التصاميم سوف يعطيك أفضل المتطلبات أفضل البنى الهيكلية تمام؟ لما تمكن الفريق تعطيه هذه المساحة وتخليه ينظم نفسه بنفسه هذا أيضا أحد المبارئ الأساسية في الأجائل هو جعل الفريق ينظم نفسه بنفسه تمكين الفريق لتنظيم نفسه بنفسه وتوجيه نفسه بنفسه أيضا المبدأ الثاني عشر يقول أنه في فترات متواصلة ومنتظمة يقوم الفريق بتقييم نفسه ذاتيا ويتكيف أو يضبط أداءه مع ما يراه مناسبا كي يحسن من الأداء فإذا في مراجعة ذاتية دورية للفريق يجب أن يقوم بها بشكل منتظم يراجع الفريق أداءه ويرى كيف يستطيع أن يحسن أداءه وكيف يستطيع أن يقلل مثلا من الهدر أو يقلل من الأخطاء التي يقع بها تمام وهذا هو المبدأ الثاني عشر من مبادئ الأجائل وبالتالي إذن نلخص هذه المبادئ كلها ونلخص هذه العقلية اللي نسميها الأجائل مايند ست هي عقلية كما ذكرنا ترتكز على مبادئ أساسية وأركان أساسية أستطيع أن ألخصها بالشكل التالي أن الإدارة الرشيقة كما ذكرنا ترحب وتتوقع بالتغيير إذن تتوقع التغيير وترحبه مو بس تتوقعه لا وترحب به ثانيا أنها تعتمد على إضافات ذات قيمة مستمرة ثالثا أنها تستخدم حلقات التغذية الراجعة لتحسين الأداء رابعا أنها تتعلم عن طريق الاكتشاف المستمر والإبداع والابتكار خامسا أنها تركز على تسليم القيمة للمعانيين للستيك هولدرز سادسا أنها تؤمن أنه لا بأس من الفشل والفشل السريع والفشل المبكر لأن الفشل المبكر فشل آمن عندما تفشل مبكرا هذا فشل آمن لا يكلفنا الكثير عندما تجرب شيء وتخطئ به ويتبين أنتجته خاطئة تكلفة هذه التجربة والخطأ بسيطة وتكلفة النجاح تكون ممتازة إذا نجحت التجربة حتى المشروع عندما يفشل فشل مبكر يكون فشل آمن إذا من البداية وجدنا أنه في مصاعب مثلا تقنية تجعلنا لن نستطيع أن نقوم بهذا العمل يكون هذا الفشل آمن ما كلفنا شيء العميل ما تكلف شيء لكن تخيل أن نصل إلى نهاية المشروع ثم نكتشف أنه لا يمكن أن يتم بناء هذا المنتج تكون التكلفة مرتفعة جدا تمام المبدأ الذي يليه هو تسليم القيمة كما قلنا بشكل مستمر وليس بشكل منقطع على طول فترة حياة المشروع وأخيرا التحسين المستمر في العمل وفي المنتج وفي الفريق وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة أرجو أن تكونوا استمتعتم بها وأتلقى الآن استفساراتكم حياكم الله جميعا وإياكم يا رب وهذا ما يميز الإدارة الرشيقة إلى أستاذ روماني شكرا لكم جميعا ماذا يكون الله خيرا مش مواندس؟ أتمنى لو حتى عنده سؤال يعمل ريز هاند أو يكتب في التشات تمام وإياكم نعم هذا سؤال جيد من أستاذ إسماعيل حقيقة موضوع التطبيق الأجائل في الكونستركشن في الأجائل أو أحد منهجيات الأجائل التي تنتمي للأجائل أعتبرها تنتمي للأجائل منهجية اللين وهناك ما يسمى باللين كونستركشن البناء الرشيق المختزل الذي يعني يركز بشكل أساسي على التخلص من الهدر أو التخلص من الفاقد تمام؟ فنعم هناك ما يناسب الكونستركشن مع العلم طبعا أنه كما اتفقنا الكونستركشن هي industrial based مشاريع سكوب فيها واضح التفاصيل فيها واضحة لكن بإمكاني أن أستخدم مبادئ اللين في الأجائل للتقليل من الهدر إلى أكبر قدر ممكن ويعني هذه إجابة على سؤالك أخي رائد كما ذكرت لك أن بعض الأدوات في الأجائل مثل الكامبان بورد مثل اللين يمكن أن تستخدم حتى في مشاريع سكوبها واضح لأنها ذات فاعلية عالية وكذلك معض المبادئ تركيز على القيمة تركيز على التسليم المستمر للقيمة تركيز على إشراك العميل بشكل مستمر تمام؟ فكل هذه الأمور إن شاء الله مهمة وبإمكانك أن تستخدمها سواء كان المشروع knowledge based أو مشروع industrial based أيضا في أي سؤال آخر المحاضرة مسجلة طبعا ويعني سوف تكون وجودة على صفحة بيماريبيا وإن شاء الله أيضا أضعها على تويتر أظن أن هناك من كان يسأل عن الامتحان طبعا متطلبات الامتحان حضور دورة لا تقل عن 21 ساعة وأن تكون لديك خبرة حوالي سنة في إدارة المشاريع بشكل عام وثماني أشهر كشخص يعني اشترك أو مارس إدارة رشيقة هذه متطلبات الامتحان وإمكانكم اطلع على التفاصيل على صفحة البي ام اي بالتأكيد أخي أحمد ممكن تطبيق مبادئ الأجائل في التصميم المعماري بالتأكيد أستاذ إبراهيم سؤالك حقيقة يعني يحتاج إلى محاضرة بحد ذاته ويعني تندرش تحت بند إدارة المخاطر يعني التصنيف ما بين المخاطر والخلاف الحاصل الآن ربما خلاف كبير جدا بين يعني بين اعتبار الكورونا مثلا خطر غير متوقع أو خطر متوقع أو فورس مجور عوام القاهرة كما يقال أو لا خطر عادي يمكن التعامل معه فلعلنا إن شاء الله نخصص لاحقا يعني محاضرة في إدارة المخاطر هل يجب اعتماد منهجية أو ثنتين اعتمد ما تريد ادمج بين أي منهجيات تريدها أو اخترع منهجية جديدة من عندك لا تخالف بها كما ذكرنا هذه القيم وهذه الأركان ويعني مقبول منك ما تقوم به نحن نقوم عادة يعني بكل فترة لدينا هذا الكورس الكورس السابق يعني انتهى قبل قليل قبل حوالي أسبوع فيعني من يريد دورة كاملة في الأجال بإمكانه متابعته إن شاء الله نعلن يعني عن دورة في المستقبل القريب إن شاء الله المنهج أو الكتب ما في منهج واحد حقيقة هو في مجموعة كتب تنصح بها البي ام آي أيضا بإمكانك الاطلاع عليها على صفحة البي ام آي صفحة الصفحة المخصصة لشهادة بي ام آي اي سي بي طبعا في كتب يعني مختلفة مثل غير تغيرها أيضا ممكن أن تستعين بها لكن بالنسبة للمصادر يعني المصادر متنوعة وموجودة في صفحة البي ام آي وإياكم جميعا بارك الله فيكم جميعا يا رب أي سواء الآخر أظن إن شاء الله أني أجبت على كل الأسئلة معظم نعم الشركات التقنية الآن تستخدم الأجائل أو تستخدم منهجيات الأجائل بعضها لا زال يستخدم منهجيات التقليدية ويعاني كثيرا في ذلك لكن معظم الشركات التقنية طبعا العالمية كلها بدون استثناء يعني إذا كنت تتكلم على فيسبوك وغيره واتساب وليمتين وغيرها فكلها موجودة وكلها تستخدم منهجيات الرشيقة وإياكم يا رب بارك الله فيكم جميعا أي سؤال آخر نلتزم معه على الستة أشهر وهو الذي يحدد لنا كيف نبني المنتج بالميزات التي يريدها طارية استشارات إيش بالضبط الاستشارات هذا بند كبير جدا يعني نفس الكلام إذا كانت استشارات من نوع knowledge based فيفضل أن تستخدم فيها المنهجيات الرشيقة إذا كانت استشارات من نوع industrial أو النوع اللي يكون فيها scope واضح بإمكانك أن تستخدم المنهجيات التقليدية أيضا أي سؤال آخر على الأطلاق أستاذ أيمن نحن ذكرنا أنه لما يكون الفريق كبير جدا فأعمل إلى تقسيمه إلى فرق صغيرة ويكون طبعا فيه رابط بينها تمام طبعا هناك تحديات بالتأكيد خاصة الآن يعني مع الفرق الافتراضية virtual teams ترجمة نانسي قنقر